بص ورا كده تلاقي ربنا علمك موضوع حسن الظن ده تعالوا كده نعيش مع سيدنا موسى وتربية الرب سبحانه وتعالى لسيدنا موسى فاكرين اول ما سيدنا موسى كان ماشي مع زوجته هو ماشي مع اهله لما سارى باهله اهله يعني زوجته هما ماشيين انس من جانب الطور نارة جنب جبل الطور كده لقى نار راح عشان يشوف النار دي لعلي ياتيكم منها بقبس يعني شعلة كده نمشي بيها في الظلمة بتاعة الصحرة او اجد على النار يهدى حد يصف لي الطريق يدلني راح عند النار ربنا كلمه سبحانه وتعالى فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك وبعدين دار الحوار الطويل بعدين ربنا عز وجل قال له وما تلك بيمينك يا موسى قال له دي عصايا رب قال له القيها يا موسى ربنا اراد يوري له القدرة انه ربنا عز وجل على كل شيء قدير قال فلما ألقاه خلاص رآها حية تسعة وفي الآية التانية فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا طلع يجري ولم يعقب ما بصش ورامي يا موسى اقبل ولا تخف خفش خدها تاني لو انت خدتها سنعيدها سيرتها الاولى مد ايده للحية رجع التاني عصايا ما تخفش يا موسى خد بالك اول ما ألقى العصايا شافها حية واحدة تعبان طلع جالي ما بصش وراء بعدها بشوية لم راحل لفرعون جمع الصحرة فرعون يقال كات مصر عددها اتنين مليون سبعين الف ساحر عليم وفي الآية سحار عليم يعني آخر حاجة في السحر بقا يعني كلهم ألقوا العصيان فإذا حبالهم وعصيهم يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعة فأوجس فيه نفسه خيفة موزة ايه يعني كان من شوية العصايا تاتي كالتعبان وربنا رجعها تاني ايه شوية التعبين سبعين الف تعبان التعبان الاولين بتاع عصايته طلع جالي مرصش وراء السبعين الف تعبان التانيين بتاع السبعين الف ساحر اوجس خيفة قلنا لا تخف انك انت الاعلى والقف ما في يمينك تلقف ما صانعه ما تخافش الله معاك سبحانه وتعالى انما صانعه كيده ساحر ولا يفلح الساحر وحيث اتى وكان ربنا معاه وكلكم عارفين ألقى العصايا تعبان ضخم تلقف ما يأفكون أكلت كل العصيان بتاعتهم جري فرعون وراء سيدنا موسى بالجيش بتاع فرعون وراء سيدنا موسى وأصحاب سيدنا موسى اللي لسه مؤمنين به وسط البحر الجيش وراهم قال أصحاب موسى اننا لمدركون ساعتها خلاص بقى خلاص بقى ربنا معانا مدركون ايه ده احنا فرعون معا جيش 200 300 700 ألف وحد الله معانا سبحانه وتعالى قال أصحاب موسى اننا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين في ملايين ضدنا وربنا معانا في مليارات ضدنا والله معانا سبحانه وتعالى ايه مليارات لا يملكون من أمرهم شيئا والله معانا سبحانه وتعالى عشان كده ربنا عمله المعجزة لأن ربنا عند ظن العباد أنا عند ظن عبدي به كنز لازم نعيش به ونحن نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر